بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نتعرف على الدرس الثامن عشر من الوحدة التاسعة درس التنمية التعلمية أبناء وبنات الطلاب في الدرس السابق تعرفت أنا وأنتم على الدرس السابع عشر التنمية الصحية من الوحدة التاسعة الدرس السابع عشر التنمية الصحية أبناء وبنات الطلاب أنا وأنتم نستذكر ما هي أبرز الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للمواطن في بلدنيا ما هي الخدمات أبناء وبنات الطلاب الصحية العلاجية المقدمة للمواطن في بلدنا أبناء وبنات الطلاب ما هي الخدمات المقدمة للمواطن نريد أن الجميع يشارك ما هي الخدمات العلاجية الصحية المقدمة للمواطن في بلادنا نريد أن الجميع يشارك ما هي أو ما أبرز الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للمواطن في هذا البلد أبناء وبنات ممتازين إذن مراكز الرعاية الأولية والمستوصفات التي تنتشر في معظم أحياء المدن كمدينة الرياض في معظم الأحياء تنتشر هذه المراكز الأولية والمستوصفات ومعظم مناطق ومدن ومحافظات المملكة إذن مراكز الرعاية الأولية والمستوصفات وماذا بعد؟ ممتازين المستشفيات والمراكز الطبية كبيرة الحجم والتخصصات المتعددة أو ذات التخصصات المتعددة إذن مراكز الرعاية الأولية المستشفيات ومراكز الطبية كبيرة الحجم وذات التخصصات المتعددة المتعدد الممتازين أيضا تقديم الإسعافات والتحصينات من الأمراض إذن هذه بعض ما يقدم أبناء وبنات الطلاب للمواطن في هذا البلد الكريم أحسنتم أبناء وبنات الطلاب السؤال الثاني ما هي أبرز وسائل التنمية الصحية ما هي أبرز وسائل التنمية الصحية أبناء وبنات الطلاب ما هي أبرز وسائل التنمية الصحية أبناء وبنات الطلاب نريد أن الجميع يشارك أحسنتم إذن المستشفيات المدن الطبية ممتازين الخدمات الصحية العلاجية والوقائية للحجاج ممتازين أحسنتم أيضا مراكز الصحة أو مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستفصوات ممتازين إذن أبناء وبنات الطلاب ما هي الجهود الصحية الوقائية في بلادنا ما هي الجهود الصحية الوقائية في بلادنا ممتازين أحسنتم هي خلال أو من خلال ما تقوم به وزارة الصحة من نشر للوعي وتثقيف للمواطنين صحيا وتقديم التحصينات اللازمة ضد الأمراض المعدية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار الأوبئة أبنائي وبنات الطلاب ولنا في جائحة كورونا وما قدمته المملكة العربية السعودية من مثال يحتذا به لجميع دول العالم مما قدمته من رعاية صحية للمواطن والمقيم على حد سواء أيضا أبناء وبنات الطلاب السؤال الرابع ما هي أبرز مهام مراكز الرعاية الصحية الأولية ما هي أبرز مهام مراكز الرعاية الصحية الأولية ما أبرز مهام مراكز الرعاية الصحية الأولية أبناء وبنات الطلاب تعرفنا عليها في الدرس السابق أحسنتم إذن أبناء وبنات الطلاب تقدم خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بما يسمى بالمستوى الأول ما هو المستوى الأول؟ يشمل رعاية الأمومة الطفولة تشخيصه الربوي وعلاجه مكافحة الأمراض التنفسية ورعاية المصابين بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر إذن أبناء وبنات الطلاب هي ما تقوم به مراكز الرعاية الأولية ومستوصفات هي الرعاية ذات المستوى الأول كما ذكرناها وأجبتم عليها أبناء وبنات الطلاب درسنا لهذا اليوم أبناء وبنات الطلاب نتحدث فيها عن التنمية التعليمية أبناء وبنات الطلاب تتركز التنمية على التعليم الذي يسهم في رقي ومعارف الموارد البشرية وقدراتها فما جهود أبناء وبنات الطلاب المملكة العربية السعودية في التنمية التعليمية إذن بإذن الله أنا وأنتم سوف نتعرف على ما قامت به المملكة العربية السعودية هذا البلد هذا الوطن المعطى من جهود ومشاريع القصد فيها والمقصد منها هو تنمية التعليم والرقي بالإنسان السعودي أبنائي وبنات الطلاب تطوير التعليم أدركت حكومة وطني المملكة العربية السعودية آثار الأمية في تأخر الأمم وانتشار الفوضى فسعت إلى ماذا؟ إلى نشر التعليم وإنشاء مؤسساته إذن أبناء وبنات الطلاب منذ أن قامت هذه الدولة المباركة من عهد المؤسسة الملك عبد العزيز رحمه الله وهي تعمل على تنمية التعليم وتطويره على تنمية التعليم وتطويره إذن فكان الملك عبد العزيز رحمه الله يرسل العلماء إلى المدن وبعض المناطق والقرى القصد من ذلك ماذا؟ أحسنتم القصد من ذلك هو نشر التعليم ونشر العلم إذن القصد من ذلك أبنائي وبنات الطلاب نشر العلم في القرى والمدن والمناطق والهجر ثم شرع في إدخال التعليم النظامي المجاني من خلال ماذا؟ من خلال فتح المدارس في مناطق المملكة وأن يكون التعليم ماذا؟ ممتازين تعليما مجانيا للمواطنين وتثقيفهم ومحاولة للقضاء أو القضاء على الأمية التي كانت سائدة في ذلك الوقت إذن أبناء وبنات الطلاب تطوير التعليم لم يكن وليد اللحظة أو قريب بل كان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعز رحمه الله حيث بدأها بإرسال العلماء للمناطق والمدن والقرى لنشر العلم بعد ذلك قام بفتح المدارس وشرع أن يكون التعليم مجانيا للجميع للمواطنين أبناء وبنات الطلاب وتواصلت الجهود في تطوير التعليم فانتشرت مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي للبنين والبنات إذن بعد ذلك توالت عجلة التطوير فانتشرت المدارس الابتدائي والمتوسط والثانوي للبنين والبنات في المدن والقرى ثم افتتحت بعد ذلك أحسنتم الجامعات التي تضم أعدادا كبيرة من الكليات ذات التخصصات العلمية والأدبية وغيرها من تخصصات أبنائي وبنات الطلاب وتخرج أعدادا كبيرة من حملة البكاليليوس والماجستير والدكتوراه أبنائي وبنات الطلاب إذن تطوير التعليم لم يكن وليد اللحظة بل كان منذ عهد من الملك عبد العزيز رحمه الله حيث بدأها بإرسال العلماء إلى المناطق والمدن والقرى لنشر العلم والقضاء على الأمية بعد ذلك قام بفتح المدارس التي كانت مجانية ولا زالت إلى وقتنا الحاضر الهدف منها نشر التعليم والقضاء على الأمية وتواصلت الجهود فافتتحت المدارس بجميع أقسامها ابتدائي ومتوسط وثانوي وللبنين والبنات وافتتحت الجامعات التي تضم أعدادا كبيرة من التخصصات المتنوعة التي تخرج أعدادا من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتورة أبنائي وابنات الطلاب أحسنتم نشاط واحد كم عدد الجامعات الحكومية في بلادنا أبناء وابنات الطلاب كم جامعة حكومية في المملكة العربية السعودية ها أبنائي كم عدد الجامعات الحكومية السعودية أو في المملكة العربية السعودية ها أبناء وابنات الطلاب كم عدد الجامعات في المملكة العربية السعودية كم عدد الجامعات في المملكة الممتازين أحسنتم ما يقارب وقد يزيد عن ثلاثين جامعة أبنائي وابنات الطلاب لأن المملكة العربية السعودية تعمل على نشر العلم والتعليم في جميع مدن ومناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية أحسنتم أبنائي وابنات الطلاب ممتازين اذكروا لي أبنائي وابنات الطلاب اسم الجامعة أو الجامعات في منطقتكم أبنائي وابنات الطلاب على حسب منطقتكم أبنائي وابنات الطلاب اذكروا اسم الجامعات ها أبنائي في منطقة على سبيل المثال في منطقة الرياض ما هي الجامعات التي توجد في منطقة الرياض أو في مدينة الرياض بالتحديد ها أبنائي وابنات الطلاب فكروا فيها قليلا ما هي الجامعات التي توجد في مدينة الرياض أحسنتم جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممتازين وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وهي موجودة جميعها في مدينة الرياض أبناء وبنات الطلاب أحسنتم أيضا أبناء وبنات الطلاب اعتنات حكومة المملكة العربية السعودية بالتعليم الفني والمهني ففتحت معاهد فنية ومهنية مختلفة التخصصات وكليات تقنية وفنية متعددة وأولت الدولة عناية قصوى بالتعليم المهني والتقني وأنشأت كليات ومراكز ومعاهد تعنى بالتدريب المهني لو سألتكم أبناء وبنات الطلاب لو سألتكم ما هي صور اعتناء المملكة العربية السعودية بالتعليم المهني والفني أو الفني والمهني ها أبناء ممتازين أنشأت كليات ومراكز تعنى بالتدريب المهني والفني وأخرى تعنى بالتعليم العسكري والأمني ورغبت أو رغبتها في إكساب المزيد من المعارف والخبرات العلمية النادرة فابتعثت الدولة أعدادا كبيرة من أبناء المملكة العربية السعودية للدراسة في الكليات خارج المملكة إذن أبناء وبنات الطلاب لو نأتي إلى تاريخ تطوير المملكة العربية السعودية للتعليم حيث ابتدى من عهد ممتازين من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله حينما أرسل العلماء إلى المدن والمناطق والمحافظة أو المراكز والمدن والقرى وغيرها الهدف من ذلك ماذا؟ ممتازين نشر التعليم والقضاء على الأمية بعد ذلك فتحت المدارس التي كانت ممتازين كانت مجانية بعد ذلك تطور التعليم وافتتحت المدارس الابتدائية ممتازين والمتوسطة والثنوية سواء كانت للبنين أو للبنات وتوالت بعد ذلك عجلة التطوير والتطوير في المملكة العربية السعودية وافتتحت الجامعات إلى أن وصل كم عدد الجامعات أبناء وبنات الطلاب؟ ممتازين ما يزيد عن الثلاثين جامعة في مختلف التخصصات وتخرج العديد العديد من التخصصات كما ذكرت لكم من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى أن وصلت وأولت حكومة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالتعليم الفني أيضا بالتعليم العسكري والأمني وأيضا قامت بابتعاث وإرسال الطلاب إلى الخارج لتعليمهم وتدريبهم أيضا من أو في خارج المملكة العربية السعودية في خارج أو إلى خارج المملكة العربية السعودية أبناء وبنات الطلاب أهداف تنمية التعليم أهداف تنمية التعليم ما هي أهداف تنمية التعليم تحرص حكومة وطني المملكة العربية السعودية كما ذكرنا لكم على نشر التعليم والقضاء على الأمية منذ أن أسست المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله إذن على نشر التعليم بين أبنائها إيمانا منها بأن التعليم ماذا؟ أساس التنمية أن التعليم هو أساس التنمية في المملكة العربية السعودية وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة في إيهتاحة الفرص التعليمية لكل مواطن ومواطن من أجل ماذا؟ ممتازين تنمية قدرات الطلبة ومواهبهم إذن من هداف تنمية التعليم تنمية قدرات الطلبة ومواهبهم أيضا توفير الفرص التعليمية الحديثة وفق أحدث المناهج والوسائل إذن تنمية قدرات الطلبة ومواهبهم توفير الفرص التعليمية الحديثة وفق أحدث المناهج والوسائل أيضا تطوير مخرجات التعليم ممتازين أحسنتم أبناء وبنات الطلاب ورفع مستويات ترتيب المؤسسات التعليمية وتصنيفها وذلك بمقارنة جامعاتنا بالجامعات العالمية والله الحمد الجماعات السعودية تقدمت كثيرا على مستوى التصنيف العالمي أيضا توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية إذن أبناء وبنات الطلاب أهداف تنمية التعليم لو سألتكم أبناء وبنات الطلاب ما هي أو ما هو الهدف ما هو الهدف من تنمية التعليم ها أبناء وبنات الطلاب ما هو الهدف ما هو الهدف من تنمية التعليم أبناء وبنات الطلاب ممتازين أحسنتم إذن تنمية قدرات الطلبة ومواهبهم وماذا بعد أحسنتم أبناء وبنات الطلاب توفير الفرص التعليمية الحديثة وفق أحدث المناهج والوسائل وماذا بعد أبناء وبنات الطلاب وماذا بعد ممتازين تطوير مخرجات التعليم ممتازين أيضا ممتازين رفع مستويات ترتيب المؤسسات التعليمية وتصنيفها وممتازين وذلك من قارنة جامعاتنا بالجامعات العالمية أحسنتم أحسنتم توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية أحسنتم أبناء وبنات الطلاب وهذا أبناء وبنات الطلاب مصور أو صور عن أو تقارن بين التعليم قديما من خلال الكتاتيب وبين التعليم والمباني المجهزة بأحدث التجهيزات في وقتنا الحاضر وهتين صورتين أو صورتان توضحان ذلك أو هذا الفرق أو الفارق أبنائي وبنات الطلاب نلاحظ أيضا جامعة الأميرة نورة أبناء وبنات الطلاب وهذا مبنى وزارة التعليم القائمة على التعليم في المملكة العربية السعودية أيضا هذه صورة لجامعة الملك سعود في مدينة الرياض أبناء وبنات الطلاب أبرز مراحل التطور الإداري للتعليم في المملكة العربية السعودية نلاحظ من عام 1319 إلى عام 1436 أي من التأسيس أبناء وبنات الطلاب إلى عام 1436 مراحل التطور من تعليم تقليدي وتأسيس بعد ذلك تأسيس مديرية المعارف وتحويل هذه المديرية إلى وزارة المعارف وبعد ذلك إنشاء هيئة ورئاسة متخصصة بتعليم البنات بعد ذلك أنشئت وزارة التعليم العالي ومن ثم دمج وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات حتى أصبحت جهة واحدة إلى أن صارت وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بإسم وزارة التعليم أبنائي وبناتي الطلاب مجالات خدمات التعليم التعليم العام وتشمل المعلمون والمعلمات والمدارس والإشراف التربوي وإدارات التعليم والمناهج والأنشطة التعليم الجامعي أعضاهية التدريس الجامعات وكليات والمعاهد المستشفية الجامعية ومراكز البحوث الإبتعاث الخارجي كبرنامج خادم الحرمي الشرفين الإبتعاث الداخلي للجامعات الحكومية والأهلية التعليم الأهلي كأسدار الترخيص والإشراف وضبط الرسوم أبنائي وبناتي الطلاب وهذه إحصائية لإعداد الطلاب في التعليم العام والطلبة في التعليم طبعا على حسب الأبناء وبناتي الطلاب التواريخ التي واضحة أمامكم وظيفتك وبعثتك وهذا برنامج وفرته خدمة جديدة لماذا؟ لتمنمية المجالات التعليمية في الوطن من خلال شراكة بين وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية لدعم ابتعاث الطلبة إلى الخارج في دراسة التخصصات تحتاجها هذه المؤسسات وتتولى هذه الجهة الحكومية توظيف الطلاب وتقوم وزارة التعليم بالإشراف على سير هذه الطلبة بمعنى أن هذه الجهات الحكومية ترسل هؤلاء الطلبة ويكونون تحت إشراف وزارة التعليم إلا أن يعودوا ويكون عونا وخدمة للوطني وللمواطن أبناء وبنات الطلاب تقويم الدرس الثامن عشر أبناء وبنات الطلاب ما هي أبرز أهداف التنمية التعليمية في المملكة العربية السعودية أحسنتم أبناء تنمية قدرات الطلبة ومواهبهم أحسنتم توفير فرص التعليمية الحديثة ووفق أحدث المناهج والوسائل أحسنتم تطوير مخرجات التعلم والسؤال الثاني لماذا حرص الملك أبدالعزيز رحمه الله على افتتاح المدارس لماذا؟ أحسنتم سبب أهمية العلم والتعلم بالعلم نشأة الحضارات وتقدمة الحياة في جميع المجالات والتعليم ضرورة من ضرورية الحياة التي لا غنى عنها أحسنتم أبناء وبنات الطلاب السؤال الثالث اذكروا لي أنواع التعليم في المملكة العربية السعودية ممتازين العام الجامعي والابتعاث وأيضا التعليم الأهلي أيضا السؤال الرابع ما هو الهدف من برنامج وظيفتك بعثتك أحسنتم الهدف من هذا البرنامج الذي يعتبر رائدا ومتميزا هو دعم ابتعاث الطلبة إلى الخارج في التخصصات التي تحتاجها المؤسسات الحكومية حيث تتولى الجهة الحكومية توظيف الطلبة بعد تخرجهم وتتولى وزارة التعليم الإشراف على سير الطلبة دراسيا وبذلك أبناء وبنات الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح